بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كيم 233 نواصل في الوحدة الثانية وهي عداد الأكسدة نواصل في شرح قواعد حساب عداد الأكسدة القاعدة الرابعة هي أن عدد الأكسدة لعناصر المجموعات الفلزية دائما يساوي موجب رقم المجنوعة يعني إذا كان العنصر يقع في المجموعة الفلزية الأولى فإن عدد الأكسدة له دائما يساوي موجب واحد أما إذا كان العنصر يوجد في المجموعة الفلزية الثانية فإن رقم الأكسدة له دائما يساوي موجب اثنين أما إذا كان العنصر يقع في المجموعة الفلزية الثالثة فإن رقم الأكسدة له دائما يساوي موجب ثلاثة القاعدة الخامسة تختص بعناصر المجموعة السابعة المعروفة بالهالوجينات عدد الأكسدة للهالوجينات غالبا يساوي سالب واحد لكن إذا ارتبط الهالوجين بذرات زاد سالبية كهربية أعلى منه مثل الأكسجين فإن عدد أكسدة الهالوجين سوف يأخذ عدد أكسدة موجب مثل CL2O فإن عدد أكسدة الكلور في هذا المركب يساوي موجب واحد أيضا مركب HClO3 فإن عدد أكسدة الكلور في هذا المركب يساوي موجب خمسة القاعدة السابعة هي عدد أكسدة الآيونات أحادية الذرة ماذا نقصد بالآيونات أحادية الذرة؟ الآيونات هي عبارة عن ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونات وتحمل شحنة موجبة أو سالبة ماذا نعني بأحادية الذرة؟ أي أن هذا الآيون مكون من ذرة واحدة فقط مثل آيون الأكسجين هنا مكون من ذرة أكسجين واحدة إذن رغم الأكسدة لهذا الآيون هو الشحنة التي يحملها الأكسجين أيضا آيون الكبريت 2 فإن رغم الأكسدة لهذا الآيون هو سالب 2 لماذا؟ لأن آيون أحادية الذرة مكون من ذرة واحدة فقط لذلك فإن عدد الأكسدة لهذا الآيون يساوي الشحنة التي يحملها بينما عدد الأكسدة لآيون الألمونيوم هو ثلاثة لماذا؟ لأن الشحنة التي يحملها هذا الآيون هو موجب ثلاثة وكذلك الحال بالنسبة لآيون الكالسيوم فإن رغم الأكسدة له هو موجب 2 لماذا؟ لأنه آيون أحادية الذرة ويحمل شحنة مقدار موجب 2 أما آيون الصوديوم فإن رغم الأكسدة له يساوي موجب 1 لماذا؟ لأنه آيون أحادية الذرة ورغم الأكسدة له يساوي الشحنة التي يحملها آيون الكالوريد يحمل شحنة مقدار سالب 1 لذلك فإن رغم الأكسدة له يساوي أيضا سالب 1 بذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح قواعد حساب عداد التأكسد في الدروس التالية اشتركوا في القناة